السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنعمل النهار ده يا حبيبي طريق التسوية الفراخ والكفتة والمحاشي والبمية في البرطمان بس يا حبيبي فضلا وليس امرا لو عجبكم الفيديو دعموني بلايك حطوا لايك للفيديو يا جماعة طيب هل تستحق التجربة تسوية في البرطمانات ايوة هي تستحق التجربة بامانة التسوية بتطلع ممتازة وبرفكت وكده بصوا حاجة عشرة على عشرة زي ما حضراتكم شايفين كده طيب ينفع التسوية مثلا في فرن البوتو جاز لو ما فيش فرن بكهربا تنفع في الفرن بكهربا او بلوتو جاز عادي بس بنحطها بنحط البرطمانات على رفة اوسط في الاول على درجة حرارة 250 وبعد لمدة نص ساعة وبعد كده بنقلل درجة الحرارة ل180 درجة خلاص يا حبيبي واللي بقى خلقان ان البرطمان ممكن يفرقع او يتشرخ لأ هو ما بيجرلوش اي حاجة وحتشوفوه دلوقتي بس بامانة الاكل بيطلع دايب ومستوي وبصوا مفوش اي غلطة ونفسه كويس يعني النفس بتاع الاكل بيبقح كويس حنشوف كده مع بعض الطريقة وحبيبي هو ممكن يعني مش شرط بطرمان معين ممكن البطرمان اللي يكون مثلا مكان مربة تغسليه كويس او مكان سلسة او مكان ورق عنب ويتغسل كويس او ونسوي فيه عادي نسوي فيه حنشوف الطريقة بسرعة كده طريقة المحشي بسرعة كده احنا عملناه كذا مرة مع بعض انا حطيت كوباية لربع قد كوباية الشاي زيت والبصل بصلطين كوبار مفرومي وبعد كده هنزل بشوية التوابل نص معلقة فلفل اسمر نص معلقة كمون نص معلقة صغيرة من السبع بهارات والملح والبابريكا والكمون والفلفل اسمر المتحوج من كل حاجة نص معلقة والملح طبعا تبع رغبتكم وحطيت طبعا صلسة الطماطم ده كيلو اللي ربع من اللي انا مفرزا هي كده خلصة السباكت فهنزل بقى بنص الخضرة دول اربع حزم خضرة نزلت بنصهم وهقلب تقلبتين وهطف البتوجاز خلاص يا حبايبي بعد ما بدأت تبرد هنزل بقى باقي الخضرة الحزمتين اللي بقيين شبت وبقدونس انا ما حطش كسبرة اللي عايز يضيف كسبرة عادي وهنزل بقيمة برضو بصلة كمان يبقى كده انا حطيت على المحشي ثلاث بصلات كبار وكبايتين رز مصري بلدي وكبايت رز بسمتي عليهم علشان المحشي يبقى مفلفل هتشوفوا منظر الخلطة دلوقتي خطيرة الصورة حتها فضيعة يا حبايبي خلطة المحشي الجبارة هنبدأ نحشي بقى البتنجان وكل محشي يعني البتنجان يا حبايبي او الفلفل او الكوسة لازم بتسيبوا فيه عقلة مقدار عقلة كده عقلة صباع فضية لان الرز بيزيد مع التسوية وبيطلع بره المحشية وبقى شكلها وحش او بسم الله بالطريقة دي كده حبايبي لازم تجربوا التسوية في البرطمان حقيقي تستحق التجربة بأمانة بسم الله او شايفين مقدار عقلة بالزبط اهو ودي برضو الفلفل هسيب برضو مقدار عقلة بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها وورق العنب برضو الناحية الخشنة اه العروق دي اللي بحط عليها الرز وشايفين بألفها في منتهى السهولة حاجات كده يعني ما بتاخدش وقته والواحد بيعمل شوية المحشي وهو واقف بسم الله ما شاء الله بصوا ريحة الخلطة فضيعة اهو بالمنظر ده كده والفرخة دي طبعا برضو البرطمان اللي انا هعمله هياخد فرخة اللي ربع شوية التوابل بقى الحلوين فلفل اصمر وتوابل دجاج وشوية ملح الملح برضو طبعا الرغبة وهقلبهم هقلبهم بأدية كده ايه تقليبة كويسة بأدية كده وهتبل الفرخة وحسيبها ساعة حركنها كده لمدة ساعة مش هسويها دلوقتي لازم تقعد في التدبيلة قيمة ساعة على رف التلاجة بسم الله اهو الطريقة الحلوة والسهلة دي وهنزل بقى ايه بالفرخ وانا قلتلكو حبيبي تسوية في البرطمان في الفرن لو الفرخة هتسووها تقعد على عين البتوجاز نص ساعة تاخد تسوية نص ساعة في البرطمان في الفرن هتقعد ساعة او ساعة وخمس دقيقة او عشر دقيقة ضعف المدة ادي بعد ساعة طلعتها من التلاجة هبدأ ارصها بقى ايه في البطرمان انا قلتلكو اي برطمان عندكو ممكن تستخدموه بسم الله بالضبط البرطمان ده اخد فرخة لربع حجمها كبير وهنشوف برضو الخطوات مع بعض هنسئل محشي ازاي اهو ونرصه ازاي في البرطمان بالطريقة دي برضو شوية البصل دول هننزلهم كده لو حابين تضيفوا معلقة سامنة بلدي او معلقة زبدة ضيفو هبدأ بقى حط ورق الفويل ويفضل قبل ورق الفويل ورق الزبدة بس ما تقلقوش يعني هو مش هيلط الأكل بالطريقة السهلة دي ومعايا بقى المحشي هبدأ ارصه رص المحشي المشكل وورق العنب بالطريقة دي بسم الله حابايا بيجربوه حقيقي المحشي والكفتة والبمية يعني الحاجات الجميلة اللي أنا عملتها دي فعلا والله تستحق التجربة طريقة البطرمان بتطلع الحاجة طعمها غير يعني حقيق الطعم روعة 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 والحاجة مستوية زي الزبدة أهول والمحشي المشكل الكوسة والفلفل والبتنجان وبرضو نفس الطريقة أنا بوريكو بس احنا هنغطيه ازاي لكن أنا لسه ما سأيتوش لسه ما سأيتش المحشي بس بوريكو بس بنغطيها ازاي الطريقة السهلة دي وبرضو ورق العنب بسم الله وهغطيه برده هنشوف دلوقتي هنسقيه بقى ايه نجيب شوية شربة حلوين كده ونحط عليهم معلقة صلصة ادي منظروا على الفصنية كده ورصتهم معايا شوية شربة وحطت عليهم معلقة صلصة المحشي في البرطمان هنصه بالزبط يعني أنا هضيف الشربة لغاية نصه بالزبط مش اكتر ولا اقل من نصه اهو بالزبط نص البرطمان ونفس النظام ورق العنب لكن طبعا الفرخة ما ينفعش اسقيها هي مع صوص البصل بتستوي وبتبقى طعمها فضيع اهو بسم الله بالطريقة الحلوة دي شايفين نص البطرمان وهنغط هندخله بقى في الفرن في رفة اوسط على درجة حرارة 240 او 250 لمدة نص ساعة بعد كده هقلل درجة الحرارة 150 او 180 يكمل بقى سواه انا بفتح بحذر طبعا خايفة البرطمانات تفرقع في وشي بس الحمد لله يعني ولا في برطمان فرقع ولا في برطمان تشرخ بس بلاش الغطى يا حبيبي لان الغطى طار وعمل صوت فمش مستحب انتو تحطوا الغطى بتاع البرطمان اخد معايا بالزبط ساعة وخمس دقايق شايفين بسم الله ما شاء الله يعني بصوا الاكل رحته حاجة تانية حتشوفوا دلوقتي التسوية عاملة زي هنفضل اول بس البرطمانات ادي ورق العنب بسم الله بسم الله بمنتهى السهولة والله يا حبيبي حاجات يعني ايه ما بتاخدش وقت كبير بس الطعمة حاجة تانية غير التسوية على عين البتجار بامانة ادي المحش المشكل ومحش ورق العنب وادي الفرخة بتاعتنا الحلوة انا قطولكم البرطمان اخد فرخة لربع اللي مستوية بقى في افسوس البصل طعمها تحفة اخدوا بالكوا شايفين دايبة دوابان يعني والطعمة بقى اروع واروع ده غير ريحتها اللي مالية المكان لازم تجربوا يا حبيبي المحش والبامية والفراخ والكفتة تجربوها بالبرطمانات تسويتها ممتازة وعملنا مع المحش شوية لصان العصفور بالطريقة السهلة دي هنشوف برضو طريقة الكفتة والبامية بمنتهى السهولة برضو معايا معايا كيلولا ربع بامية وشايفين البارطمانات اهي مكان ورق عينب مكان صلصة مكان مربة نظيفة ومغصولة وورصها في الصينية يعني ما شاء الله احنا يعني ما نرمش اي حاجة اللي عنده برطمان يستنفع بيه ادي كلولا ربع بامية سلقاها يا دوب دقيقتين غلية بس واللي مش عايز يسلقها عادي وشوية الصلصة بتاعه ابتعنا ههم حوالي وبصلايا وشوية البهارات الحلوين وشوية التوم عشر فصوص توم مفرومين وقرنين فلفل وشوية بقى كمونة على فلفل اسمر متحوج من كل حاجة نص معلقة هاي ومعلقة بابريكا والملح طبعا تبع الرغبة هقلبوا تقليبة كويسة وانا سلقا نص ربع كيلو لحمة سلقا نص سوا هيكمل سوا في البامية اهو شايفين عشان ناخد منه شوية الشربة الحلوين دول اي دي اللحمة نزلنا بيها وهننزل بالشربة بمنتهى السهولة جربوا الطريقة دي يا حبيبي طريقة ممتازة معلقة سمنة او معلقة زبدة بلدي وهقلب المكونات كلها في بعض تقليبة كويسة كده هبدأ بقى ايه بالزبط هيطلع مياه برطمانين خدت قد ايه في الفرن هتاخد حوالي ساعة او ساعة وعشر دقايق بسم الله حبيبي فضلا وليس امرا لو عجبكو الفيديو دعموني بلايك يعني هو طريقة البرطمانات دي تستحق التجربة وتستحق الضجة فعلا والله بامانة تسويتها غير يعني المحشي على عين البتوجاز والبامية في البرطمانات في الفرن البتوجاز احلى من على عين البتوجاز احلى من التسوية على عين البتوجاز بامانة هنزل الاول بورق الزبدة المفروض علشان ايه لو لامس الاكل وبعد كده ورق الفويل ورقة الفويل دي مجوز بالطريقة دي وبقفل عليها كده هي عليها الشربة وعليها سمنتها وعليها كل حاجة والبهارات الحلوة ومعايا ربع كيلو كفتة انا عملت برضه ربع كيلو كفتة قلت اوريكو برضه تسويت الكفتة في البرطمان بالمرة كده مش محتاجين كل كل اكلة في فيديو يعني كلهم في فيديو واحد او بالمنظر ده كده بس هقطع حتة العصايا دي علشان نعرف ايه نغطي البرطمان كويس ده ربع كيلو من الكفتة صراحة يعني اللي يسألني على تسوية الكفتة في البرطمان تسوية ممتازة متحمرة ومستوية من جوة وهتشوفوها دلوقتي وانا بطلعها وبوري لحضراتكو زي كل مرة بوريكم نظام التسوية دي ورق الزبتة وعليها ورقة الفويل المجوز بالطريقة دي وحطها ايه في فرن البوتوجاز انا قلتلكو رفة اوسط على ميتين وخمسين درجة او ميتين واربعين لمدة نص ساعة بعد كده على درجة حررة مية وخمسين او مية وتمانين تكمل باقي سواها بالمنظر ده كده وما تقلقوش انا قلتلكو البرطمانات ما بتفرقعش ولا تتشرق ولا بيجرى لها اي حاجة بعد ما استود بسم الله ما شاء الله يعني بصوا ارحتها مالية المطبخ ريحة الاكل مالية المطبخ ومالية المكان بسم الله ما شاء الله بسم الله حاجة صراحة يا حبيبي مية مية لازم تجربوها انا قلتلكو الكيلو اللي ربع طلع بارطمانين معايا بالطريقة الحلوة دي وقادي الكفتة الربع كيلو كفتة ومنتهى السهولة شايفين يا حبيبي الكفتة هي متحمرة من بره ومن جوه مستوية وعشرة على عشرة حاجة ما فيش اروع من كده لازم تجربوها ان شاء الله يا حبيبي بسم الله ما شاء الله شايفين واريكو بس تسويتي الكفتة اهي بتتقطن بكل سهولة ومن جوه مستوية والطعم ولا اروع من كده حاجة تانية خالص واريكو برضو البامية واللحمة بس حبيبي فضلا وليس امرا لو عجبكو الفيديو دعموني بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة